موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يكتب تاريخا جديدا في مصاره الكروي ذهبت الأجيال والأجيال واللحظات وسجلت في الماضي كبوات لكن الهدف والحلم لم يذهب يوما نعم صفحة أخرى تكتب في تاريخ منتخبنا الوطني من منديال قطر 2022 حيث تألقنا حيث الأداء الكبير لأسود الأصلص الذين شرفونا وما علينا سوى التركيز كي نواصل ونواصل العمل من أجل مواصلة ما كتبناه وما حققناه حصة أخرى من ضيف الزوال نرحب بكم من خلالها مشاهدين الكرام نخصصها بالكامل للحديث عن منتخبنا الوطني مع الصحفية الرياضية الأستاذ عبد المجيد النبسي عبر قناتكم M24 سي عبد المجيد مرحبا مرحبا زميلي عثمان شكرا لقناة M24 على الاستضافة وأهلا بكل مشاهديها السي عبد المجيد ربما غرجة معك شوية بالنستالجيا لأنه جيلك ربما تبع المنتخب لسنوات كما قلت في التقديم الجيال ذهبت ربما لحظات سجلت في ربما مسارنا الكروي لم تكن جيدة شنوى شعور السي عبد المجيد اليوم بهذا الإنجاز الشعور هو شعور كل مغربي يفتخر بوطنيته يفتخر ببلده يفتخر بإنجازاته كيفما كانت نعم ولو في المجال الرياضي لأن الرياضة الآن أصبح لها إشعاع وسيطها يتدوله الجميع وهذا أكبر نجاح لكل دولة لأن الدول الآن تقاس بهذا الجانب صحيح ما يمكن أن نقوله الآن هو أن المدريب وليد الرقلي الشاب استطاع أن يربط الحاضرة بالماضي أرجعنا إلى سنة 1986 عندما مررنا إلى الدور الثاني ولكن إضافة الشباب إضافة هذا الجيل الحالي وهي أنه أصبح أولا في مجموعته وهذا شيء جديد ليس بالسهل ويجعلنا نفتخر كثيرا بهذا الإنجاز خاصة وأن نلاحظ أن الدول العربية كلها أقصيات وبقية المغرب يحمل على كتفه تمثيل هذه الدول أحسن تمثيل ويمكن أن نقول أنه أضيف إليه أيضا تمثيل القرى الإفريقية أحسن تمثيل وأعتقد وأجزم بأن المغرب قادر على تحمل هذه المسؤولية لأنه أهل الله نعم ربما سيعد المجيد ألاش بدأ يسمعك بالنوستالجيا لأنه أنتما كجيل تبعتوا 83 وتبعتوا أيضا ربما جيل السبعينيات لأنه منتخبنا الوطني كان يحقق نتائج كبيرة وجيدة جدا ولكن منذ مكسيكو 86 جيل بدو الزاكي عزيز بودربالا العديد من اللاعبين ربما سجلنا بعض الكبوات على مستوى منتخبنا الوطني شنوك الإحساس ديالك إعلامي ربما تنظر لمرحلة أخرى تكتبها النخبة الوطنية سيعابت المجيد لحظتها لم يكن الإحساس إحساس إعلاميا فقط ولكن مواطن مغربي عندما نقول مواطن مغربي فإن الإنسان عليه أن يدخل ويغوص في أعماق هذا المواطن المغربي الذي لا يرضى أبدا إلا بالأشياء الجميلة الأشياء التي تجعل الآخر يتكلم عنه في تلك اللحظات ربما يمكن أن نقول بأن المنتخب الوطني المغربي كانت له رجال ولكن لم تكن له كل هذه الإمكانيات التي يتوفر عليها الآن وكرة القدم هي إمكانيات لأننا في ذلك الحين لم يكن بمقدورنا أن نقارن بدول عريقة كالبرازيل حينها كألمانيا كفرنسا كإيطاليا كالبيرو مجموعة من الدول عندما كانت تدخل الميدان كنت تحس بقشعريرا وتعرف بأن هذه الدول هي دول كروية ومنتخبات أقوى منا ولكن كنا نقول في دواخلنا الآن يكفينا أن نتواجد ضمن هذه المجموعات والتاريخ والأيام وكل ما سيأتي سيكون مساعدا لنا لنظهر بمظهر كنا نتمنى والآن أصبحنا نراه حقيقة كما رأيناه سنة 1986 وكما رأيناه سنة 1970 عندما تأهلنا لأول مرة إلى كأس العالم إذن أشياء جميلة تقعوا الآن ولا يمكن أن نعتبر كل السنوات الماضية فراغا ولكن يمكن أن نقول بأنها كانت المستوى النظري مجموعة من التراكمات الحاضر استفاد منها ربما حل لها ربما قرأها بطريقة جيدة استفاد ما هو من ما هو إيجابي وترك جانبا ما هو السلبي وعندما نهتم بالجانب السلبي لا نتقدم إلى الأمام ولكن عندما نضع أمام أعيننا الأشياء الإيجابية فإننا نصل وبسرعة وبشرف كبير مباراة كندا أستاذ عبد المجيد أداء كبير جدا ربما الشطر الثاني من المقابلة كان ملحميا صعبا عانت فيه الأسود خصوصا على مستوى البدني أنت كيف تعلق على أداء منتخبنا الوطني في مباراة الأمس؟ أقول بكل صراحة بأن ولي والمنتخب عدبنا كثيرا في الشوط الثاني لأن طموحنا ازداد لما شجلنا هدفين في الشوط الأول قلنا بأن المنتخب سيسيطر طيلة المباراة ولكن ما وقع عبر عنه وليد الرغلاقي قال بالحرف بأن هناك إصابات إذن وحده كان يعلم المستوى البدني والصحي لمجموعة من لعبي وليس بالسهل سياب نجي ليس بالسهل ثلاث مباريات بنفس النساق بنفس المستوى مباراة كبيرة ولاحظنا كثيرا أن هناك رغبة في تحقيق الانتصار شاهدنا كيف أن حكيم أشرف حكيمي كان مصابا ولاحظنا بأنه كان لا يغامر برجليه وهذا خصوص ما لم يرده الاحتكاك كان يبتعد عن الاحتكاك لاحظنا أيضا كيف أن نصير كان يعاني أيضا ربما هو أيضا مصاب ومجموعة أخرى مصابة ولاحظنا الأهم من ذلك كيف أن هناك لعب نسي أن له بطاقة صفراء وأن أخرى ستجعله يغادر الدور الثاني وبقي يقاوم ألا هو أمرض الذي خاد مباراة لا يمكن أن نصفها بأن نخرج عن الإطار الرياضي وبأن نقول بأنه كان مقاتلا بكل ما في الكلمة من معنا كنت أظن بأنه سيفوز برجل المباراة التي ذهبت لأشرف حكيمي ربما تسأل الجميع لماذا ذهبت إلى أشرف حكيمي أداء كبير لأشرف كما قلت السي عبد المجيد ولكن ربما كان بالإمكان أن يفوز بها أمر عموما نحن لا يهمون هذا ما يهمون هو هذا الإنجاز هذا المرور هذا العبور إلى ثمن النهائي من المونديال للأمانة كنت تتوقع هذا الأداء هذا السيناريو مع بلجيكا مع كرواتيا منتخبة كبيرة جدا المغرب جاء من ربما لنقول جاء من خانة أنه ليس في مستوى بلجيكا ليس في مستوى كرواتيا وحقق الأهم علينا أن نسترجع لحظة إجراء القرى نعم عندما شاهدنا مجموعة المغرب الكل سماها بمجموعة الموت لماذا سميت بمجموعة الموت؟ قتلونا قبل تنطلق وصلوا الجنازة علينا وعلى منتخب كندا ولكن الواقع أظهر أشياء أخرى بمجرد أننا تعادلنا أمام كرواتيا كان هناك إحساس بأننا تجاوزنا مرحلة الدهشة وأننا سندخل الجدة بكل ما يتطلب من جد وهذا ما حصل بالنسبة للمغرب المغرب لأننا نمثل جيلا وهذا الجيل أقول بكل صراحة شرفنا كثيرا وكذب كل التوقعات نلاحظ بأن في هذه المجموعة خرجت ألمانيا أكيد عفوا خرجت بلجيكا وكندا رغم أنه ليس تاريخ قوي في كوردة العالم فإن استطاعت أن تعدب كل الفرق التي نافستها لهذا قلت وكما قلت في الحلقة السابقة بأنه لا يجب علينا أن ننظر إلى المنتخبات من خلال تاريخها لأن التاريخ لا يستمر وأن هناك مجموعات أخرى تشتغل من أجل تجاوز كل المطبات ولكي تصبح تحمل لقب الريادة وهذا ما لاحظنا الآن انتصرنا في مبارتين وهذا لم يسبق أنه حصل من قبل في تاريخ الفريق المنتخب الوطني حتى ربما سي عبد المجيد نقطة مهمة أيضا في قطر حتى العرب مساندة العرب لمنتخبنا الوطني تابعت العديد من المشاهد والفيديوهات للأمانة شكرا لكل خوتنا العرب على مساندهم القوية لمنتخبنا الوطني شيء جميل جدا وهذا الجميل في كوردة القدم هناك أشياء تجمعنا وأنا لا أردد ما قاله شاعر في أحد قصائده تجمعنا يد الله وتفرقنا الفيفا الآن الفيفا تجمعنا لاحظنا بأن كل الدول العربية تساند المغرب خرجت وبقيت مساندة للمغرب وهذا يؤكد بأن للمغرب مكان قوي داخل هذه الدول وداخل الوطن العربي لأننا وبكل شرف وبكل أمانة نمثله أحسن تمثيل الآن علينا أن نستمر في هذه الملحمة لأن ملحمة قوية علينا أن نستمر كذلك وسنرى أن كل الدول العربية ستقف إلى جانبنا شاهدنا كيف أن أمير قطر وإلى جانب عائلته وقفا ليشجع المغرب وهذا شيء جميل ورائع جدا علينا أن نستمر هذا في قضايانا الأخرى لحتى نثبت بأننا بالفعل دولة قومية ودول عربية موحدة قادرة على أن تصنع أمجادها بيديها أو على الأقل بيد واحدة في دقيقة ونصف أستاذ عبد المجيد إسبانيا لن نخشي إسبانيا ما بعد أداء اليابان للأمانة يعني الكل تحدث على أن منتخب إسبانيا صراحة وهمنا في مباراة كوستاريكا سبعية نظيفة أداء كبير فوتبول جميل من لويس إنيريكي وأبناءه ولكن مباراة النسيان أمام اليابان أقول بأنه لما كانت إسبانيا بإسمائها القوية راموس في مونديال روسيا تعادلنا معهم وكان هناك ظلم تحكيمي الآن أقول بأننا لن نخاف أي دولة أي منتخب كيفما كان لأننا نرى أمامنا لاعبين يقدرون هذه المسؤولين هناك ستايل هناك ستايل وهناك شيء آخر أتمنى أن ينتبه إليه الجميع في مجتمعنا المغربي دائما نقارن الأم بالوطن وهذا شيء رائع ولاحظنا كيف أن أمهات اللاعبين يتواجدن فوق المدرجات ولاحظنا أنه بعد كل نهاية مباراة بانتصار يتوجه اللاعبون إلى أمهاتهم ويتعنقون وهناك دموع فرح إذن لا يجب ولا يمكن أن نقول بأن هذا اللاعب يقدر أن يخون أمه ويخون وطنه لأنه مسيان وعندما نخدم وطننا فإننا نخدم أمهاتنا أيضا بعجال التوقع يخص مباراة الإسباني أقول بأن الطموح أصبح كبيرا وأقول بكل صراحة حلم كبير وقالها وليد وقالها اللاعبون أيضا أتمنى أن نقاوم بطريقة بلجيكا وبطريقة كرواتيا ونبتعد عن طريقة التي لعب بها في كندا ضد كندا وأكون صريحا إذا قلت بأننا سنمر على حساب الفريق الإسباني لأنه أظهر بأنه غير قادر على تجاوز فريق اليابان هناك ملاحظة الفريق الإسباني ربما يهتم بالشكليات من خلال إحصائيات المباراة التي خاضها ضد اليابان كانت هناك ألف وخمسين تمريرة لصالح إسباني ومائة وخمسون تمريرة لصالح اليابان ولكن من ينتصر؟ اليابان اليابان ليس هناك في تيكي تاكا أو تولاتيات أبقى أمر الركورة ولكن هناك جدية اليابانيين الذين عرفوا كيف يستغلون تلك الرغبة في الظهور الفرضي حينما لعبوا لعبا جماعيا سريعا فاجأ الآلة الألمانية الكمبيوتر أوقف تيكي تاكا أوقف تاكا والتيكي تاكا لن توقف سير سير إلى المرأة عندما يسمع شعارنا سير سير إلى المرأة نعم شعارنا سير سير ولن يوقفنا أي أحد لأن اللاعبين والمدرب أصبح يتحمس عندما يسمع سير سير وسنسير معهم أيضا إلى المرأة أتشرف بك دائما سيا عبد المجيد النفسي والصحفي الرياضي شكرا جزيلا لك مرحبا بقناة مرحبا زميلي عثمان وأتمنى مزيدا من التوفيق ومزيدا من المتابعة لقناة مرحبا بك سيا عبد المجيد وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولكل الزملاء إلى اللقاء